اشتركوا في القناة بس هو بيتكلم عن نفس الحاجة نفس الفكرة ان انت عايز تصمم بيتك فمحتاج تعرف ايه المقاسات بتاعت كل حاجة time saver اكثر شمولا نيفر تعتبر ملخص او سهل التداول اكتر احنا قلنا عنوان الحلقات دي هو تصنيف مواد التشطيب مواد التشطيب لها تصنيفين اتنين ما لهمش تالت دي امتا مواد التشطيب طبيعية او مواد التشطيب صناعية مواد التشطيب الطبيعية زي الاخشاب الطبيعية زي الرخام زي 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 المواد بقى الصناعية بتبقى اصلها مادة طبيعية زي الازاز مثلا اصله السيليكون التراب لكن بيصنع الجيبسون بورد في جزء منه بيبقى جبس جبس ده بيجي من مواد طبيعية زي البديل الرخام اللي هو الكوريان بديل الخشب اللي هو الهدش دي افا والهدش بي ايل او 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 فمواد الرخام عفوا مواد التشطيب بتصنف على انها هي امتا المواد الطبيعية هي امتا المواد الصناعية علشان احنا هنتكلم كلام كتير عن البنود بقى اللي احنا اخترناها نبتدي نتكلم عنها في النص الاولاني هنتكلم عن مادة من المواد الصناعية وهي جيبسون بورد وفي النص التاني هنتكلم عن مادة طبيعية هي الرخام ومعنا ضيف عزيز هينورنا بازن الله الجيبسون بورد هو ما بدأيا اسمه جيبسون بورد ولا جيبسيوم ولا جيبسون جيبسون بورد الواح جيبسية ما اسموش جيبسون عشان اللي اخترعوا ما اسموش جيبسون ده اسمي بنياتهم على فاكرين وما هو جيبسيوم هو جيبسون بورد الالواح الجيبسية الألواح الجبسية بتنترك تحت بند أصلاً اسمه الأسقف المستعارة أصل بقى الحكاية جات منين بتاع الجيبسون بوردي يعني الجيبسون بوردي ده نشأ ليه أصلاً بعد الحرب العالمية التانية طبعاً كانت ألمانيا تدمرت تماماً فقرروا أنه هم ما يبقوش على اللبن المسكوب وقرروا أنه هم يبنوا بلدهم ويعمروها ويرجعوا يسودوا العالم بقى أن يسودوا العالم بقى بالصناعة وواوا هم بسودوا العالم من كرة القدم لغاية العربية العظيمة فعملوا حاجة اسمها الباوهاوس بالألماني باوهاوس يعني بيت البناء هاوس اللي هو البيت وباو اللي هو يعني مكان البناء وتلعوا بأفكار أن هم عشان يعملوا عملية التطوير السريعة محتاجين يوجدوا بدايل سريعة فمن ضمنها عملوا الجيبسون بوردي عشان يغطوا الأسقف بتاعتهم الأسقف المعلقة فيقرروا أن هم يصنعوا جيبس ويحطوه ما بين طبقتين من الكرتون ويقووه بطريقة معينة ويزودوا عليه فايبر وحاجات زي كده بحيث أنه هو يغطي الأسقف وكمان هم عملوا الخلاصانة سابقة التجهيز وعملوا الـ HDF اللي هي الأرضيات الخشب اللي احنا عارفنا اللي هي high density flooring HDF احنا النهاردة هنتكلم على الجيبسون بورد وهنتكلم على أصول تنفيذه ده كده النموذج بتاع الجيبسون بورد دي الزاوية بتركب فيه الزاوية على الحيطة وأنا أفضل إن احنا ما نركبش الزاوية دي نركب حاجة اسمها شادو جاب ده بيركب على الحيطة لو ركب على الحيطة كده بيبقى فاضل الجاب ده موجود فاضي بيبقى شكله جميل جدا وشيك وأفضل علشان العلاقات لما ساعات أحط جيبسون بورد على السيراميك ساعات معرفش أشطابه أو ألاقي السيراميك تلحوس مني فلازم أقطع العلاقة دي بإيه؟ بإن أنا أعمل كده هروح جاي على الطرف كده وارح حاطب الشادو جاب ده يقومني بان لي الجاب أو المسافر يديو فول صناعة على كده فول تصميمية يعني فاصل رجعنا لكم بعد الفاصل المؤقت طبعا الميديا هي لغة العصر الميديا مؤثرة الميديا قوية فعلشان كده أنا موجود هنا أنا طبعا مش متخصص في الإعلام وما درستش إعلام مع الأسف لكن هي دي الوسيلة اللي أنا عايز أوصل بيها اللي عندي للناس للقاعدة العريضة من الناس الناس اللي بتتبعنا والناس اللي هتتفرج علينا على اليوتيوب وهتسير الفيديوهات بتاعتنا أنا باعتذر لو حصل خطأ فني طبعا أنا فاجئتهم بحركتي بس عدت يعني وهم الحمد لله سمحوني طيب نكلم كلامنا عن جيبسون بورد أنا هشيل بتاعتها مفيش مشاكل هم طيب ده الجيبسون بورد زي ما قلنا المفروض بيركب الزاوية دي في الحيطة وأنا فضلت إن احنا نركب الشادو جاب ده وخصوصا في السيراميك أو على السيراميك أو على التجليد الخشبية علشان النقاش أكيد مش عمره ما يعرف عميلة حتى لو لزق تيب أو حاجة هتطلع ملاحويسة هتطلع ملاحويسة فهو بيركب الزاوي وبعد كده بيركب حاجة اسمها أوميجا اللي هي دي اللي هي دي علشان هي شبه حرف أوميجا اللي باللغة اللاتينية تمام وبعد كده بيوزن حاجة اسمها السي السي تشانيل هي بقى اللي بتشيل السقف كله والمفروض إنها بتبقى مربوطة بالسقف بالبترفلاير دي اللي هي ديت ويه التيش بالأكمن بتاعه هو ده الايدول بتاع الجيبسون بورد طيب ليه بقى بتلاقي ناس تقولك المتر بكذا وناس تقولك المتر التاني بكذا ببساطة شريدة جدا احنا شايفين دي قدقية محملة وقدقية محملة وقوية هي تمام عم وقل عمر اللي يبارك له جايب لي عينات ممتازة جدا وده نوع التاني بصوا مرينا دي أرخص من دي بكتير الفرق في سعر فرق في سعر الرخص كذلك الزاوية بص الزاوية اللي ركبة محملة ازاي وقوية ازاي لكن دي بص هو ده الفرق هو ده اللي بيفرق ده أهم حاجة بتفرق في الجيبسون بورد فيه صاج 3 من 10 وفيه صاج 5 من 10 الصاج اللي هو الايدول بيبقى 5 من 10 عشان يبقى محمل وعشان وعشان الحاجة التانية اللي بتفرق في السعر هو طبعا وجود الشهد وجاف ده من عدمه الحاجة التالتة هي الاهم بقى من وجهة نظري هي الكورنر متال تيب ده شريط من المعدم بيركب في الزاوية عشان لما تيجي تشطب بيت نورو ولا حاجة يركب في الزاوية كتير من الناس بتوفر وما تجيبوش وروح مشطابه بأيديه ده غالي جدا ومعمول معدن السوق عمرها ما هتتكسر وعمرها ما هيبقى فيها مشاكل وبيعيش وكل حاجة لانه هو زي ما حراكم شايفين بيبقى مفرغ لانه هو صخري اسمه اسمه متالتاب صخري الجيبسون بورد بيدخل جوه المسام بتاعته ويملاه ويبقى زي الفل طبعا ده غير انه هو ثمن وغالي كشرة على المقاول أو على الصناع اللي هيجي يركب بيحتاج صناع معين وبحتاج يتضبط بئدة فهو بيبقى عايز يوفر فعشان كده تسمع اسعار بقى غريبة في الجيبسون بورد وتلاقي كاتب ايه جميع انواع الجيبسون بورد يعني انا اللي يقولي جيبسون بورد ما شغلوش معاي طبعا انا حابة بوريكو برضو المسامير دي المسامير اللي تركف في الجيبسون بورد لما بتدخل جوه لما بتدخل جوه الصاج لو الصاج ده لحميته كويسة زي ما انا قلت يمسك ويبقى زي الفل لو نوع الالواح الجيبسية نفسها نوع اللوح الجيبسي نفسه نوع معتمد ووزنه خفيف يعيش ما يرخمش ما حصلوش ديفليكشن انواع بقى الجيبسون بورد كالواح فيه النوع العادي الابيض ده غير مقاوم لأي حاجة خالص ده ممكن نستخدمه في الصالة نستخدمه في أي مكان وفيه النوع الأخضر النوع الأخضر ده احنا بمفضل ان احنا نعمله في الحميمات في الأماكن اللي فيها رتوبة لانه هو بيقاوم رتوبة شوية تمام فيه نوع أحمر قد يستخدم قوي الدور للحاجات المؤقتة لكن يفضل استخدامه في المطابق في مطاعم المطابق علشان خاطر هو مقاوم أكتر لدرجات الحرارة فيه ناس بقى بتقولك متر الجيبسون بورد بإكس وناس تقول متر الجيبسون بورد أغلى وناس تقول أهل وا 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 يبقى والحاجة لازم نعرفها ان احنا نواصف الصناعة على جيبسون بورد أنا عاوز ألواح جيبسون بورد كناوف الماركة كناوف أو بلاكو أو أي ماركة معتمدة يكون وزنها وزن اللوح نفسه خفيف لأن فيه أنواع تانية وزن اللوح تيل فمهما بيثبتوه بمسامير وبيزود بيحصل ترخيم لنوتيل تاني حاجة تقوله أنا عايز صق 5 من 10 لو قالك مفيش صق 5 من 10 اقوله طب الباب بيفوت جمال على طول لأن أنا الكلام ده بسمعه بورد كثير فيه صق 5 من 10 وفيه شركات مخصصة بتصنع السجل 5 من 10 والدنيا زي الكل ما أحمد تمام؟ دي أشكال الحاجات دي اللي بتركب في القطاع ده بيركب في الأرض وده بيركب في القطاع اللي هو ده بيركب في القطاع عشان يثبت عليه القطاع المفروض عشان نبقى عارفين حاجة مهمة جدا أن أنا يبقى عندي الأوميجات دي كل 60 سنطي ولو أنا عايز زود تبقى كل 40 والسي تبقى موجودة كل متر ما تزيدش المسافة بين السي والسي واتجاه تركيب اللوح يبقى عكس اتجاه تركيب الأوميجا عكس اتجاه تركيب الأوميجا عكس اتجاه تركيب السي نطلع فاصل ونستقبل الضيف اللي معنا أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نوعيدكم أن احنا نعمل لكم حلقة أفضل عن الجيبسون بورد أكوننا حتى شخصية ومستعدة فيها أكتر من كده وبعتذر لأي خطأ فاني حدث ده غزبا عننا وإحنا ودنا الموضوع النص التاني من حلقاتنا ضيفنا الكريم مهندس استشاري أحمد بديع نورتنا وشرفتنا وأهلا وسهلا بيك أول ضيف في برنامج ناشط معمالي أهلا بيك يا بش مهندس أنا الحياة اتشرفت النهاردة بوجودي هنا يعني وأتمنى إن شاء الله نقدم شوية معلومات تبقى مفيدة للناس جميل هنقدم معلومات بعني النهاردة النهاردة نتكلم يا حضرك كلمت في النص الأولاني إنه الخامات التشطيب خامات طبيعية وخامات سماعية وتكلمت عن الخامة السماعية اللي هي الجيبسون بور أنا أحب يعني أكون معاك وأتكلم في موضوع الرخام والجرانيت والأحجار كمادة من المواد الطبيعية آه كمادة طبيعية كميل جدا جميل جدا قولي الأول اللي هو إحنا ليه لجأنا على مرة العصور إن إحنا نستخدم الجرانيت والرخام في تصميماتنا وتنفيذنا والحاجات اللي زي كده هو الجرانيت والرخام طبعا ليه مزايا كتير أهم ميزة فيه إنه هو مادة معمرة بتعيش مئات ويمكن آلاف السنين طبعا من التمثيل آه طبعا آه فمثلا عند حضرك القصور والمباني المهمة جلها والكنائس والجوامع والمباني يعني المهمة كلها دايما بتلاقيها كلها معظمها خامة زي الرخام والجرانيت عشان بتعيش عشان بتعيش وعشان الجمال اللي بتضيفه وعشان كمان ليها معالجات كتير ممكن أعملها خشنة ممكن أعملها نعمة ممكن أعملها وليها استخدامات كتير تركب في الأرضية تركب في الحيطة تعمل تمثال تتعامل مفور خشنة ونعمة دي لإحنا كنا قلنا عليها في حلقة من حلقتنا الأولانية ملمس السطح انا بيهمني كمعماري وانا بصمم ان انا عمل حاجة اسمها ملمس للسطح الحاجة دي تخشنة الحاجة دي نعمة الحاجة دي بتبرو الحاجة دي بتعكس الحاجة دي وهكاس هم ان شاء الله هيعرضوا الصور اللي احنا ياريت الصور فيها امثلة كتير من اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو احنا هو ممكن يبقى حلية ممكن يبقى كورنيشة ممكن يبقى عمود تاج قعدة اي جزء من اجزاء الديكور اللي بتلزم المصمم او بتلزم المستخدم يعني الفراغ ممكن تتعمل من الرخام طب تسكيلها سهل يا بشوان سحمد ان انا اشكل كورنيشة من الرخام ده يعني بتاعي الموضوع محتاج كستير وحاجات قوية جدا كستير ده اللي هو بيأكل في الحضر عشان يعمل الشكل بتاع الكورنيشة اوه هو عشان اهميته جاية من صعوبة تصنيعه اللي هي محتاجة فني ماهر جدا وفنان ومحتاجة كمان الات وماشينري معدات قوية ومهمة يعني معدات كتير والمعدات دي بتكلف حتى يعني حتى المعدات اليدوية بتتعامل بحجر او بألمازة والألمازة دي بتتاكل بعد معدل معين وبالمناسبة يمكن تلاقي فيه تفاوت في اسعار الرخام كنت لسه والله هقول لك يعني ايه الحكاة ده الرخام المصري نفسه والنوع والواحد نفسه بتلاقيه بمج جنيه وبتلطومة جنيه نفس النوع اه طبعا التفاوت ده بيجي من اسباب كتير اهمها اللي هي درجة صلابة الخامة نفسها الخامة يعني كل ما تزيد صلابتها كل ما يبقى تقطيعها وتشكيلها بتاكل اكتر في المنشار وفي الساروخ اه وبتاخد وقت اكتر من العامل الفني ومحتاجة عامل محترف اكتر طب ليه فيه حاجة زي الامبرادور الاسباني تقطيعها سهل بس سعرها غالي هو الامبرادور اصله مثلا انا اقولت فوركزامبل يعني الخامات المستوردة كلها زي الامبرادور الاسباني اللي حدوك بتقول عليه ده بتبقى برضو احنا بدانا في الصور عموما لو تحبوا تكلم عنها الاول بتبقى خضعة برضو للعرض والطلب الصور طبعا الصور دي من اصور اسارية طبعا واضح قوي ان هي الارض والسقف والحطان كل حاجة رخامة يعني البيبان بس نعملاش رخامة اه مثلا لو كان يعرف كان عامل وساعات بنعملها في البر بتاع الباب نعمل حليات من الرخام في البر نفسه غير الكورسي بتاع الباب اه طبعا هو تطعيم اه طبعا عشان الرخام والجرانيت مادة غنية جدا تحب احنا نمشي الصور نتكلم عنها اه ممكن الصور اللي بعد كده من اول صور مثلا نمرة من اول صور 11 صور رقم 11 احنا منظمين تتجين كل حاجة كله بالارقام كله بالارقام اه فموضوع التفاوت ده يعني مثلا رخام زي اللي على الشاشة ده اه ممكن يبقى حاجة لمعتها جديدة اوي واللمعة الشديدة دي بتيجي من الصلاة ده غير بأن فيها ووتر جيت ده يعني اكيد مكلف جدا اه الرسم اللي على الارض ده بتعامل بتكنولوجيا اسمها ووتر جيت وهي مادة بتاخد رسمة بالكمبيوتر حضرتك رسمها وتبتدي تنزل تقطع الرخام وتقطيع الرخام بيبقى طبعا بالصعوبة اللي هي اللي جاية من صلابته يعني هو كل ما الرخام او الجرانيت تزيد الصلابة هيبقى الحيطة الصغيرة صعبة اه اه الحيطة الصغيرة صعبة وكمان تلميعه بيبقى صعب حتى يعني مثلا الامبردول الاسماني اللي حضرتك ذكرته ده مادة يعني مفيش واحد يلمعه على مكانة امكانياتها قليلة لازم تبقى مكانة تقيلة قوي عشان فسعر كمان المعدة بيفت فسعر المعدة بيفت اه 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 انا عايز اقول لحضرتك فيه برضو صور للماشينيريز بتتكلم عن الموضوع ده الصور الماشينيريز من اول 58 تقريبا لو الكنترول هاي انه فيه مكان التقطيع الرخام مثلا 28 ألف جنيه وفيه مكان التقطيع الرخام برضو 28 مليون جنيه فعرضك السعر الدرب مثلا في ألف فهو الموضوع طبعا التفاوت ده اي حد بيصنع اي حاجة طب هجيب المكنا دي ولا هجيب المكنا دي بيختلف بقى هو استخدامه ايه استخدامه محتاج دقة عالية جدا مش هيعرف يجيب غير مكناة مثلا نقول عليها خط انتاج بتبقوا خطوط انتاج كبيرة بتبقى مثلا اتنشر مكنا ورا بعد كل ما كان بتعمل حاجة معينة ودي بتطلع طبعا دقة كبيرة جدا ودي يعني بتستخدم في حاجات مثلا الكوالات بتاعها عالي جدا حتى الرخام نفسه بيبقى عالي جدا والماكينات دي نفسها حتى صيانتها والفني اللي بيقف عليها مش اي فني مهندس اللي بيقف عليها مش اي مهندس فبتبقى مكلفة جدا فانا النهاردة حسب ان هستخدمها في ايه ودرجة الدقة والجودة اللي انا عايزها منها هيتحدد سعرها طب عشان كده بقى الرخام الجرانيت بيبقى اغلى من الرخام طب ايه الفرق بينهم يعني ده الرخام تكوينه ايه الجرانيت تكوينه ايه الرخام حجر رسوبي رسوبي يعني نتيجة نتيجة ترسب طبقات من التربة وطبعا مثلا مصر معظم تربتها طينية ورملية لانها جاية معظمها من ترسبات النيل بيجيبها من 10-11 دولة وهو جاي يعني انا معنا الصورة امون برضو لو تحبت الكلمة الصورة دي بتبين انه انه الرخام ده مثلا الرخام ده بيانكو البيانكو ده درجة شفافيته عالية قوي ودرجة صلابته عالية جدا فنركبه باسمان طبعا اه فيركب باسمان طبعا طبعا طريقة التركيب عشان ما يغمقش اه طبعا النهاردة شكرة الاسمانت الابيض تمانها اربع ضعف شكرة الاسمانت الاسود ودي طبعا بيفرقها الخامة هي ضرورة لو انت عاوز تشوف اللون اللي في الصورة ده اللي انت اشتريت عليه عشان ما يتغيرش عشان بيحصل انه بيقلب بيبقى لون رمادي ايه حكاية اللايمستون بقى عشان عايزين نعرف الناس المعلومة دية تنفاجئهم بيها لو صباحة اه فاجئهم بقى انا عايز لسه كنا منقول عزموا فجأة بما ان الرخام صخور صوبية فطريقة ترسب الرخام جيولوجيا بتختلف اه فبتنتج مثلا رخام ماربل وبتنتج حجر كيلسي او حجر جيري اللي هو اللايمستون معظم الرخام المصري اللي بيتقال عليه رخام هو مش رخام اصلا هو اللايمستون ده حتى لو دخلت على مواقع اجنبية او حاجة من اللي هي بتعرض انواع الرخام في العالم كله هتلاقي بيقول على الرخام المصري ده مش هيسميه ماربل هيسميه لايمستون هو حجر هاشمة بس دخل مدارسة اجنبية يعني مثلا مش هاشمة قوي يعني اه يعني ممكن ارط شوية اه يعني فيه نسبة كالسيوم عالية فنسبة الكالسيوم دي بتعضم بتديله تفتت الكالسيوم ده اللي بتعامل منه التابلت اه مش بقى تدول عكس اه بتديله اه اما الجرانيت بقى فهي صخور بركانية صخور بركانية تكونت نتيجة ايه نفس الترسبات بس حصل انفجارات بركانية فحصل صهر صهر لطبقات التربة الانصهار اللي بيحصل ده بيدمج معادن وبيدمج حاجات تانية معلو بيقويل حتى انه موضوع المعادن ده فيه ناس كتيرة بتلاحز انه سعاد فيه انواع جرانيت معينة لو ما تعالجتش صح بتصدي بتصدي زي المعدن تديك صد كده زي بتاع الحديد اه مثلا عميل مرة سألني قال لي ايه الفرق يا احمد ما بين الرخام المصري والرخام المستورد قلتوله زي لعيب الكرة المصري ولعيب الكرة المستورد قلتوله لعيب الكرة المصري مهاري وحريف وكل حاجة بس ما بيقدرش يكمل المطش عشان الاملاح اللي في جسمه زيادة فبقى بالتبعية المصري كل موضوع هو الاملاح علشان طبعا احنا دلوقتي زي ما عرفنا من حضرتك ان الموضوع لا يمستقن يعني التريستا والجلالة والصاني والطولة نفسها والصاني والسيلفيا والختمية والفليتو اللي انا حكيت الحجر فضل اللي هو لو تقطع كده يبيه ولو تقطع كده يبيه خلال الموضوع يعني فيه محاجر فيه محاجر في المينيا جنب المينيا كده في الصحراء جنب المينيا اسمها محاجر الشيخ فضل محاجر الشيخ فضل ده بيطلع حجر والحجر ده نفسه يعني نفس الحجر لو تقطع في الاتجاه ده يطلع صاني اه اقطع في الاتجاه ده يطلع سيلفيا يطلع سيلفيا يطلع صاني وبينحدد ازاي سيلفيا او صاني بتكون العروق مزبوطة وبيبقى مفيش فيه تلافيات كتير وصلب فممكن يتقطع في الاتجاه اللي هو الاضعف شوية وده بيخلي انه مثلا ساعات السيلفيا تبقى نادرة شوية عن الصاني وساعات الساني تبقى نادرة شوية عن السيلفيا نتيجة انه الجبل نفسه وهو بيخرج منه من المحاجر بتاعته يعني بيطلع حجر صلب قوي او صلبته اقل شوية طيب انا يعني لما بيجي لعميلي يقولي ان عايز اركب رخيان مصري عشان السعر او حاجة وقاله والله ممكن نركبه بس هنعالجه بان احنا هندهن ظهره مركبات زنك علشان دي هتمنع ان المية توصله فبالتبعية ما ملاحش ولو عاوز حاجة اجود شوية عشان ما ينقرش في مواد ابوكسية تانية بيديهم بيها السطح التاع وبعد كده بتتجلي وبيطلع بيبرق وبيبقى زي الفل ده لو العميل قال لي كده طيب احنا بقى العميل جالك وقال لك انا عاوز اعمل الصالة ديره خام رتب له افكاره كده قول له ويقول له لا تب افكاره ازاي دي حاسب الصناع ازاي يتفق معاه ازاي ايه افضل طريقة من اوجة نظرك انت هو مهم جدا انه لما حد يفكر في موضوع الرخام يفكر انه ليه طبيعة مختلفة عن اي خامة تانية يعني مثلا حضراك لو هتعمل صالة سيراميك حضراك هتشوف مثلا دي كم في كم مثلا طلعت خمسين متر هتروح المعرة تشتري عايز خمسين متر هيقولك اعمل حسابك مثلا في خمسة في المية هالك 10% وزر الاول وبعد كده خمسة في المية هالك فيقولك خمسة وخمسين المشكلة الرخام بقى انه ما بيتبعش متقطع هو بيتبع في صورة كبيرة حاجة اسمها طولات الطولات دي هتلاقيها في صورة من اول لسبعة واربعين الطولات دي بتبقى شكلها مش منتظم والمقاس بقى اللي بيطلع من الجبل فانت عايز مقاس مثلا يخصك فاللي بيحصل ان انت بتاخد المقاس اللي انت محتاجه وتسيب الباقي الباقي ده بيبقى اه فضل الفضل دي احنا بنقول عليها فضل تصنيع فكده احنا ضفنا لنسبة الهالك اللي في الخامة اه التولات دي زي ما احنا شايفين كده الشكل يعني مش منضبط اه مش منضبط ومش مقاس واحد عمره ده جبل واحنا بنقطع منه يعني فلما اخد انا المقاس اللي انا محتاجه بيفضل فضل تاني احنا بنقول عليه هالك تصنيع فانا مثلا لو عندي الصالة الخمسين متر اللي هي هي اللي انا جبت لها خمسة وخمسين عشان اه هي سيراميك انا بضيف للخمسة في المية مثلا هالك بضيف على اليوم عشر في المية تاني هالك تصنيع لان انا بصنع فمثلا يبقى غير الممكن انه انت بتجلي بوز وكسر طبعا اه المفروض يبقى التعامل معايا باحترافية شوية ولكن ممكن عادي انه هو احط ازود نسبة الهالك لسبب انه ساعات بقى بنمشي رسمة معينة مع بعضها بيبقى فيه يعني المصمم نتفهمها مع المرخمات ازاي نقول له ايه بقى الاتفاق ازاي اه احسن حاجة اه احسن حاجة اولا فيه خدعة كبيرة الناس ابتدت ترددها يقولك ايه متر مثلا الرخام بكام مفيش حاجة اسمها متر يعني هو المتر ده عشان تعرف تتعامل به او يعرف اي حد مش متخصص يتعامل به لازم يكون على درجة عالية جدا من الخبرة والدراية واصول الاياس اه واصول الاياس واصول انت الخامة دي محتاجة ايه وكده لانه كلمة متر دي بتدي مساحة كبيرة قوي للتلاعب طبعا فاحنا بنقول انه احسن طريقة يتفق بيها ينسى موضوع المتر ده ويتفق بحاجة اسمها اللمسم او المقطوعية انا الصلاة دي عايز اركبها بكل لوازمها بكل ما هي تحتاجه لوازمها دي الوزر مثلا وزر كراسي كرسي ربع عمود فيه يعني احنا بنبقى عليه اكسسوار اكسسوار كتير قوي ساعات ربع عمود ده عشان علاقة الوزراء بالارضية متبقاش شرب كده تبقى فيها شوية مثلا البر بتاع الخشب انا خايف عليه لو كمان انا وصفه على الوزر انا عايزها ازاي عايزها بوليا ولا عايزها الحلية ولا شطف ولا نوع الحلية لازم وصف فطبعا موضوع انتفق بالمقطوعية او باللمسم ده بيجنب اي حد مش متخصص قوي اصليحنا نسينا الطرقة اصليحنا اصليحنا لا حضرتك اصليحنا متفقتش معايا على الوزراء لا احنا قاعدين متر وارضية بس ده متر مسطح وده متر طولي فبيبقى فيه مساحة كبيرة او للتلاعب انما انت لما الاتفاق بينك وبينه لا ولو عاملين انا ايسي لو عاملين الارضية وفيها كنار مثلا امبرادور ويقولك لا 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 ده بالمتر الطولي لوحده ده بحساب لوحده فخدقة المتر دي خدعت ناس كتيرة وبشوف بقى على الجروبات بتاعت السوشال ميديا يسبك بقى ولا كلام من ده يقولك ايه هو لو سمحته متر السيراميك بكام ما فيش حاجة اسمها متر ما توقعش نفسك في الفخ بتاع المتر ده لانه اللي قدامك متخصص وبيشتغل في الشغلان دي بقى له عشرين سنة فهو عنده متر بتاعه هو ممكن يفصله عشان يعمل لك اللي انت عايزه ويهيألك انه مسلا ادى لك سعر رخيص وانه هو يعني الاجدر بالشغل وهو مش مديك رخيص ولا حاجة ده هو الكمية الولاي يا ريت نبص على حكاية اللي همصر فموضوع الاياس ده بيفرق كتير طريقة الاياس فبما انه هيفرق كتير ومحتاج متخصص فخلينا بقى في المطوعية شك مع بعضها كده بكذا طيب بقولك ايه نعمل ايه بعد ما اركب الروحة ننظفه ازاي انا عايزين نبطل خناه مع البوابين اللي احنا بنتخلق معهم كتير وبننصحهم محبت خلقش معهم اول حاجة وبنصحهم حفاهبنا كلهم بس يعني قلنا كده عشان الناس تعرف هي كمان يعني زي ما اتكلمنا على على انه الروحام ليه طبيعة خاصة سواء في الاياس او في الشرق او في التصنيع هو برضو ليه طريقة خاصة في الصيانة وانا يعني فيه محاذير كتيرة بقولها للناس ويمكن الناس اللي بتطبقها هي اللي بتدي بتحافظ على الخامل اللي عندها وتديها عمره اطول يعني مثلا احنا بنقوله على سبيل المثال انه الرخام المصري بيعيش مثلا لغاية خمس سنين ممكن يبقى محتفظ بروناقه شوية خمس سنين ده متوسط انت لو عملت معاملة مش كويسة ممكن يوعد ثلاثة ممكن عملت معاملة احسن يوعد ستة او سبعة الرخام المصري ده عشر سنين وده المتوسط يعني طب ايه نعمله ازاي ازاي نوصل بقى السبعة دي سبعة سنين او عشر سنين او سبعة سنين او اكتر ان احنا نعمله اولا ممنوع الغمر بالمية بكميات كبيرة يعني ماينفعش عمله معاملة السراميك ويجي البواب يروح ده جدالين مية وخلاص لانه هو صخرة والصخرة اصله صخري يعني والصخرة اللي عند البحر اللي لما البحر بيعدي عليها كتير كده بيعمل حاجة اسمها نحر فهو بيتعامل فيه حاجة شبه النحر بس احنا بنقوله عليها تفتيح فهو الرخام بيفتح من المية كتير لانه المية بتجري من عليه اه اه فممنوع الغمر بالمية المسح يبقى بحاجة بحاجة مبلولة مثلا قماشة مبلولة او حاجة وتتمسح بيا او الموب او المساح الفتل او الحاجات دي اللي هي بتحافظ بتنظف الرخام وفي نفس الوقت ما بتجيلوش كمية المية اللي ممكن تنحر كيه تاني تاني حاجة ممنوع المواد الكيموائية او النبي المواد الكيموائية يعني معلش يعني في حاجة اسمها الفنيك والايزول والحاجات دي كلها كل الكلام ده طبعا بيحفر في الرخام غير مواطع كلامك احنا كنا عملنا مطعم وكانت اراضياته اسود اسباني وانا كتبتلهم في التوصيات بتاعتي ممنوع استغام دام الكلور ممنوع استخدام الفنيك لنظفه ازاي قلتلهم بالموبسنك وبس او بالفتالة وحركة تعمل كده بس بالمية بتاعت ربنا هيبقى زيل فولة خالص فبعد شوية قالولي ده يطوس لونه وغمق فبقى بسكت الرابع اللي بينظف قررته بقى قلتلهم فين الفنيك اللي تتحطه على الارض فقال ده احنا جايبين نوع فنيك انضف فنيك وانضف فنيك بمصر قلتلهم الله يسامحك ممكن نتفرج على برضو مجموعة صور واحدة بنتكلم مهانسة احمد يتكلمنا عليها تعليقا سريعا شاكر انا سألتك مرة سؤال لما شوفنا العربية النقل اللي بتطلع الجبل والتلك الليه دايما مع حطة برميل مية اه برميل مية عادي نعرف الناس دي عشان لو حد شاف يلاحظ الحكاريات في شئة تابعنا الحاجة يبقى عارف المعلومة اه لان هو طبعا المحاجر المحاجر الرخام بتبقى في حترة بعيدة جوه والصحرة فالناس بتبقى محتاجة بنقول عليها مؤن يعني بتحتاج اكله وشربه وطبعا بتحتاج مية اي عربية منزلة رخام ومطلعها رخام بيبقى عليها برميل بتملاها مية اه انا اسف ان اخر حاجة كنت بقولها ممنوعة في سيانتر اللي ونظافة الرخام انه ممنوع المقاشات او المكنس الخشنة الخشنة دي انت بتعمل زي كانك بتصنفره يعني بتصنفره وله ابتدأ اول جرح بيبتدي بقى الجروح بقى ايه تلمة فيفضل المكنسة الكهرباء والموب زي ما حضرتك قلت الحاجة نعمة الرخام حاجة نعمة ورقيقة زي الدهب بالزبط فلو عملتها برقة كده وبنعومة هتلمع وتبقى ده مش محتاجة بقى الدعك زي طب نلمعها ازاي؟ نقطة جاز على انشارة خشب وكلام ده اللي نعمل ايه؟ لا الجاز والحاجات دي مش محبزة الجاز على الاسود لا طبعا على الاسود لا بس يعني في البردي والحاجات دي بيلمع بيبقى لو عندك حاجة لو عندك حاجة وعايز يعني ضروري تلمعها ومش عايز تستخدم مواد كيميائية معقدة شوية ممكن الزيت تاعة الاكل زيت الدرة ده بتاع الاكل ده بيدي لمعة شوية اه بس ما عليش مغلطة كلام ده عشان سحمد الراجل اللي بيعمل لحضرتك المطبخ الحرف بتاع الرخام ده اسمه بسطوم لو قالك زيت اكل وعمليه وليه طلع بره ده بتعمل بحاجة اسمها بوتريش توليله بطرش هولي المهان سحمد بيقوله ده بعد ما ركبنا وتجلى وتنظف وتزبط وتعمل كل حاجة ويتعيزات لماعية تحط نقطة زيت اكل لكن في المطبخ لما يجي بتاع المطبخ يعملهولك ويقولك ده بتعمل بزيت اكل ويقوله بطرش هولي ده زي من قبل حاجة اسمها بوتريش لا احنا بنتكلم زيت الاكل ده عشان ست البيت يعني بعد ما استلمت كل حاجة نعمة وهي عايزة بنظفة اه هي عايزة بنظفة انما طبعا الصناعي بيبقى ليه المواد بتاعته في حاجات يدوية وفي حاجات بالساروخ سكوتشات فيه يقولهوله يتعملهولي بالسكوتش يتعملهولي بالجوماطة والبوتريش احفظوا الحاجات دي للي بيعمل الكلام ده مفيد جدا له ولو قالك ما فيش حاجة اسمها كده ما بتعملش كده ولو رحمد مصعد ايه ما لكش تعه يعني على عقدتنا الكلام اه ماشاء الله عليك كان فيه ثور برضو كنا جايبينها للمشينيريز بتاعت الرخام وان احنا قلنا من 58 ل55 قريبا عشان نوضح للناس الفرق يعني ازاي بتبقى مكناة مثلا قد الترابيزة دي كده وبعشرين الف جنيه المكناة عم وعشرين مليون دي قد من هنا لغاية اخر الستوديو كده بتبقى مكان كبير احنا بنقول عليها مكناة بلدي ومكناة اوتوماتيك فانت ممكن حضرتك حضرتك تقول لي عايز مثلا متر جلالة تلاقي عندي متر جلالة بمية جنيه ومتر جلالة برضو نفس الخامة بثلتمية جنيه بس دخل على البلدي ودخل على اوتوماتي انا بقى كعميل هستفيد ايه يعني لو دخلتولي على البلدي ايه الفرق هل الجودة تسهلة نتفعل فرق طبعا الجودة مثلا مطلوبة في حاجات لو هتركب ارضية وحاجات جنبة بعضها فمسلا المكان الغالي بيقطع بنبقى نسبة الخطأ فيه تقريبا ولا حاجة واحد من عشرة من الملي مثلا البلدي ممكن يفرق الغالة سنتي ولا حاجة يعني التربيعة تبقى أولها 40 يبقى أخرها 41 ده ده المكان البلد لو فيه نسبة خطأ لانه في الصور هتلاقي انه المكان البلد دي اصلا بتعتمد على ايد العامل هي عجلة كده هو بيلفها بيده فهو بيلف بيده أكيد دقته مش هتبقى زي المكان اللي بتتحرك بالكمبيوتر فانت مثلا ده الكلام ده في التقطيع وبرده في الجيلة يعني يعني آه دي المكان البلدي زي ما حضرك شايف كده وزي ما الناس شايفة انه هو بص الألماظة عاملة يعني ملهاش ملهاش مفيش أي دقة جاية من مثلا أو كومبيوتر أو تكنولوجي هتلاقي الصور اللي فيه صور بعدها برضو دي بقى المكانة الأوتوماتيك بص حدرتك قدي 12 راس أو 14 راس في 16 بيعملوا أو في 16 وفيه لغاية 22 جمعين بيتعامل لها حاجة اسمها كاليبريشن اللي هي تثبت بتاع دفل كريم نورتني وشرفتني ونتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى إن المعلومات اللي تقالت دي تكون علم ينتفع به إن شاء الله للأجيال اللي جاية ولكل الناس اللي بتسمعنا إحنا ببساطة انسوا بس نص الأولى من الحلقة في نص التانية من الحلقة كلمنا عن الرخام وقالنا لكم إن انت من الأفضل لو عندك صالة عايز تعملها رخام تقوله الصالة دي لكشة كده على بعضها بسلطاتها ببغن نجهة بكام وتوصفوا عليها ولو سمحت لو هتجيب أنواع من الرخام ألوان فتحة بيجات أبيضات لو سمحت اتكلف شوية وهات أسمنطبئت من فضلك ده أفضل عشان يفضل اللون زي ما هو لو سمحت لما تيجي تنظف الرخام بلاش نضلق مية بلاش حاجة خشنة بلاش فنيك بلاش كلور بلاش مية 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 وبفتالة نعمة جميلة زي الفل وظريفة فهاش مشكلة عرفنا إن الرخام المصري ممكن معالجته بإننا دي هندهروا مركبات زنك ولو أنا عايز أزود أعمل عليه أفوكسيات من فوق وجلي الفرق ما بين الرخام المصري والرخام المستورد إن الرخام المستورد كسافته أعلى من هو حاجات رسوبية لكن كسافته أعلى فده سر جودته عرفنا من المهندس أحمد معلومات قيمة أشكرك قد تغخيرك على وجودك معنا وإن شاء الله يكون في بينا اللقاءات تانية نتكلم مع الناس أكتر نتكلم في بنوت تانية تحت أمركم السلام عليكم